توف من أفضل شخصيات بالنسبة لي في عالم الأفتار بس عكس روحها لمرحة مرت بأشياء كثير صعبة في حياتها واليوم رح نتكلم عن قصة حياة توف وخلونا نبدأ توف عاشت مع لاو و بوبي بيفونك أبوها و أمها أم و أب يحبون بعض بس مرة صارمين عائلة بيفونك كانت عائلة غنية وراقية وكان عندهم تأثير قوي في مملكة الأرض لاو و بوبي كانوا متخوفين من بنتهم وخجانين منها لأنها ولدت وهي عمياء لهذا السبب خلو توف ما تطلع من البيت أبدا لأنه كانوا يحسبونها ما رح تقدر تنتبه لنفسها في الخارج واخذوا قرارات صارمة عشان يعتنون فيها لدرجة أن ما حد كان يعرف عن وجود توف غير أمها و بيها والخدم اللي في البيت لو بوبي كانوا يعتقدون أن توف بتكون ذوت أخلاق عالية وراقية جدا لكن لي ما كانوا يعرفون أن توف كانت تكره شيء اسمها بريستيج وقواعد لكن مستحيل أن كانت تقول لهم أي شيء من هذه الأشياء بعض المرات توف تسمع أطفال يلعبون برا ودائما كانت تسأل أهلها العادي تلعب معهم بس أكيد مستحيل وافقون مرة من المرات يوم توف سر عمرها 6 سنوات أخذت كفايتها من أمها وابوها وقررت أنها تهرب وتلاقي نفسها في كهف مع حيوانات الباننق المنك باجا نملس هذا ريام التسميم إذا أشترع لك أسعد اسمها باجر مولز ما أدري مين جات باجا نملس ولا بدنق دنق بس يلا حيوانات عمياء وهم كانوا المسخرين الأولين للأرض توف لقت راحة وحب مع هذه الحيوانات ما لقتها مع أي أحد من قبلهم وقالت أنها هي وهذه الحيوانات كان يفهمهم بعض خصوصا كلهم عمي وطول طفولة توف كانت تزورهم في نفس المكان ولاحقا علموها التسخير بطريقة أنها تقلد حركتهم في المشي ولاحقا علموها كيف تشوف بالتسخير بحيث أنها تستخدم الذبذبات أو الهتزازات اللي في الأرض وتحس فيها في رجلها وتعرف كل شي حولها من ناس وعواقب وش عواقب؟ وبنفس الطريقة قدرت تحس بدقات قلب الناس وتعرف إذا كانوا يكذبون أو ما يكذبون بحيث أن دقات قلبهم إذا زادت هم يكذبون والعكس صحيح بعد 6 سنوات بعمر 12 سنة ما كان عند توف أي صديق إنسان بمعنى الكلمة وفي ذاك الوقت أبوها كان حاسس أنه الوقت اللي تبدأت تدرب البندق أو تسخير الأرض وكان عندها مدرب محدرف اسمه يوثو لكن اللي ما كانوا يعرفونه أن توف كانت من أفضل مسخرين الأرض إذا مش الأفضل توف كانت طفشانة من معلمها الغبي اللي كان مش موافق أبداً أنه يوديها للفل أعلى من اللي هي قاعدة تتدرب فيه بسبب قرارات أبوها وقررت أنها تدخل بطولة مسارعين تحت الأرض ودخلت باسم The Blind Bandit ساعد يا بابا بقي شوي تقول The Blind Bandit اسمها The Blind Bandit أو بالعربي اللصة العمياء وكانت مرة قوية لدرجة أنها كانت تفوز بكل البطولات بكل سهولة وقابلت متنافسين كثير مثل الصخرة أو The Boulder اللي هزمتها بكل سهولة بس أنك ما قدرت تحدد مكانها بسبب أن كانت حركاتها خفيفة زي الريشة أنك قدرت يهزمها لكن باستخدام تسخير الهواء وبهذا السبب اعتبرت أنها غش وعصبت مرة لدرجة أنها طلعت بدون ما تكلم أي حد بس أنك قدرت يتكلم معها بس بدون فايدة أنك ساكا وكتارا لاحقا جاء بيت البي فونك وسأل أهلها إذا توف تقدر تعلم أنك التسخير للأرض بس ما وافقوا وقعدوا يضحكون عليهم وقال لهم بنتنا ضعيفة وما تقدر تسوي أي حاجة وتوف كانت تحاول قدر المكان لهم ما يفضحون جانبها الثاني لأهلها بس كان في شيء سيء جاي بأي حال مسخرين الأرض اللي جلدتهم في البطولات اللي كانت تدخل فيها جاءوا وخطفوها هي وأنك توف روت أنك جانبها الطيب وأنقذته وجلدتهم كلهم السبعة قبل ما يخطفونهم يمكنهم في الحديقة أنقلها الفكرة أنها تسافر معهم وتعلمها كيف يسخر الأرض وكانت مرة متحمسة بأي سماعي هذا الشيء وحست أن هذه الطريقة اللي تقدر تهرب فيها من السجن اللي أهلها كانوا محطينها فيها أكثر من 12 سنة ولأول مرة صار عندها أصدقاء صدقيين والحين أهلها شافوا الجانب الصدقي منه بس بدون أي فايدة موافق أنها تروح بعد الأشياء اللي شافوها وحس أنهم كانوا معطينها حرية بزيادة فقرروا لازم تكون عليها مراقبة لمدة 24 ساعة توف ما سمعت كلامهم طبعا راحت مع الفريق بس ما قالتهم لها هربت وكذبت عليهم قالت أن أهلها غيروا رايهم الآخر لحظة لو بوبي ظنوا أن الأفاتار خطف بنتهم فوظفوا ماستر يو وزنفو عشان يرجع بنتهم بعد انضمامها لفريق الأفاتار توف علمت أنك كيف يسخر الأرض في البداية كانت مرة قاسية معه بس لاحقا استعبت أن أنك يحتاج مدرب لطيف وفي قصتي ما ذكرها في المسلسل بس كانت موجودة في الكوميكس في نفس الفترة فخلونا نتكلم عنها وأول قصة كانت أن توف كانت تحاول تعلم أنك كيف يسخر الأرض بس ساكا كان يزعجهم توف مرة عاصبت لدرجة أنها رمتها فوق تل عالي وصنعتها من الحجر وحتى بعد ما خلصوا التدريب خلتها يقايت فوق والقصة الثانية أن توف كانت رافضة أنها تتسبح وعذبتهم بريحتها المخيسة لأنها كانت مخلية حولها زي طبقة من التراب وكانت تقول أنها حاجة عند المسخرين للأرض وأنهم ما رح يفهمون وشي كتارا عاصبت مرة وغصبت توف أنها تقفز في الموية بس توف سخرت حجر وسقعتها في وجهه بس الانتقام كتارا كتارا سحبت توف في الموية بس على طول توف صارت صارخ وتقول أنها ما تعرف تسبح كتارا بعدها ما جاءت كل الموية من هذه الجهة لكن كلهم طحوا في المت أو في الطين وصاروا موصخين زيها توف دخلت في مواجهات كثيرة مع شخصيات مختلفة زي زوكو، أزولا، مي، وتايلي اللي كلهم كانوا يلحقون وراء أنك وللأسف كان في خلفات كثيرة بين كتارا وتوف ومرها من المرات توف مرة على صبت الدرجة أنها قررت أنها تغادر وبالصدفة قابلت آيرو في الغابة اللي عطاها نصيحة وأكيد شاهي وخلها تستوعب أنها خطائها بعث أنها ترجع للمجموعة وتعتذرهم الفريق شقوا طريقهم إلى مكتبة في الصحراء وهناك عرفوا عن يوم الظلام طريقة قوية بحيث أنهم يوقفون مسخرين النار لأن في هذاك اليوم مسخرين النار بيكونون في أضعف حالاتهم بس للأسف المكتبة بدأت تغرك في الرمل توف قدرت تبطأ سرعته يغوص المكتبة في الرمل بس للأسف آبا بدأ ينخطف من مجموعة من مسخرين الرمل وكانت توف في موقف سيء جدا بحيث أن كانت لازم تختار ما بين أصدقائها وآبا بس بالتأكيد حياة الناس أهم ذهبا إلى باسنكسي عشان ينقذون آبا قبل ما يدخلون أزولة حاولت أنها تدخل أو تهجوم على باسنكسي بمحاولة فاشلة والفريق حاولوا يعلمون الملك عن يوم الظلام بس اكتشفوا لأي درجة المملكة كانت فاسدة واللي كانت تحت قيادة لونغ فينك واللي قال لهم أنهم ما يقدروا نشوفوا الملك إلا بعد شهر في الوقت اللي كانوا ينتظرون فيه موعدهم مع الملك قاعدوا في مملكة الأرض وتوف وكتارة طلعوا في يوم للبنات بعد ما خلصوا من السبا أو المنتجع مجموعهم من البنات قاموا يتقطقون على توف يقولون أنها قبيحة وتوف حست بانكسار بس سرعان ما ضيحتهم في الموية باستخدام تسخير الأرض حتى بعد هذا الموقف ما زالت مجروحة من الكلام اللي قالوه لها وقالت الكتارة من طول حياتها عشان هي عمية ما كانت تهتم بالمظهر اللي تطلع فيه قدام الناس وكانت راضيها بالشكل اللي هي فيه وصارت تبكي كتارة قالت لها أنت يا جمل بنت قد شفتها في حياتي ولا تهتمين بكلام الناس وهذا الشيء قوى علاقتهم مع بعض في وقت انتظرهم هناك قابلوا جت وقال لهم أن لونغ فينق قاعد يغسل عقول للناس وتوف عرفت أنه ما قاعد يكذب لأنها تشافت دقات قلبه وفي نفس المكان اللي كان يغسل مخوخ الناس كانوا يتوقعون أن آبا هناك في نزولهم هناك قابلوا لونغ فينق وفرقته وللأسف جت أصابة قوية وقال لنا بخير بس توف كانت تعرف أنه يكذب وأنه في أي لحظة بيموت وكانت عبارة عن مسألة وقت لونغ فينق والجيشة كملوا في ملحقتهم بس آبا جاء للإنقاذ والفريق مرة كان فرحان لعود آبا بعد ما قابلتهم الملك طلع حتى ما يعرف عن الحرب اللي طالت مئة سنة وأخذوه معهم وعلموه عن كل شيء عن الحرب ويوم الظلام وبعدها الفريق تفرق عشان يروحوا في مهمات مختلفة توف جاتها رسالة من مكان غريب وكانت تعتقد أنها أمها اللي كانت تحسب أنها هناك غريبة في المدينة وقررت أنها تروح تقابلها وبعد ما استعبت أنها مش أمها بل مسخرين الأرض اللي أبوها دفع لهم فلوس عشان يرجعون توف وحطوها داخل صندوق حديدي عساس أنها ما تقدر تطرع أبدا بس أكيد صندوق حديدي يخبي ما رح يوقف توف عن أي شيء يتباه في هذه اللحظة توف اخترعت شيء اسمه Metal Bending أو تسخير الحديد وحطت الغبيين اللي اثنينها داخل الصندوق وخلتهم يتعذبون لبعض الأيام ومعرجوها لباسنكسي قابلت الفريق واكتشفت أن أزولة قاعدت تسيطر على المدينة طريق سيء مر وايرو ضحى بحياته عشان الفريق يقدر يسوي باكاب ويهرب بعد رجوعهم العشيرة النار توف وكتارا لجعوا لخصماتهم القديمة بسبب أن توف قاعدة تأخذ فلوس بطرق غير شرعية السرقة والخداع بعدما كتارا اكتشفت أن فيه منشورات كثيرة عليها صور توف ومبلغ عليها بحيث أن الناس يسجنونها عصبت مرة بس توف قالت لها أنت مش أمي أو أم أي شخص ثاني هنا بعد هذا الموقف توف استعبت أنها بدأت تشتاقل أهلها وقررت أنها ترسل رسالة لأهلها وقالت لكتارا واعتذرت لها وقالت يا كتارا عادي تساعديني عشان أكتب الرسالة وطبعا كتارا بتوافق يوم جاي ومظلام كانوا جاهزين على هجوم كبير على أوزاي وتوف كانت تقود فرقة من مسخرين الأرض وبعد ما استعبوا أن أوزاي ما كان هناك لكن توف وساكا قدروا يلاقون ممر تحت الأرض وكانوا يعتقدون أن أوزاي هناك بس للأسف طلع فاخ من أزولة وبعدها كان واضح أنهم خسرانين وما فيه أي طريقة ثانية عشان يسوهم باك أب فالصغار هربوا فوق ظهر آبا والكبار انمسكوا وانسجنوا وراحوا لمعبد الهواء الغربي وهناك لاغو زوكو اللي كان يبيدرب أنق على تسخير النار عشان يهزم أوزاي بس ما حد وثق فيه معدى توف اللي كانت تحس بدقات قلبه وكانت تدري أنه ما يكذب فمره زعلته وعصبت من الباقين وقررت أنها هي بنفسها تروح الغابة وتلاقي زوكو وزوكو استمع أصوات في البوشيز وكان خايف فرمى نار تحت وحرق رجل توف بالغلط وبهذه الطريقة توف ما كانت تقدر تشوف بأي طريقة ورجعتهم وهي تحبي وكانت تدري أن زوكو مش كويس أبدا بعد رجوع توف على طول تمت مهاجمتهم وزوكو ساعدهم وكذا أثبت لهم أنه تغير مع تدريبهم لأنق توف كيتارا وزوكو حس بضغط قوي بزيادها عليه وقرر أنه يهرب والفريق كلها راح يدور أنق ولاغو فرقة الوايت لوتس عادة التجمع وأنق كان هناك وهم هناك توف سمعت أن بومي أفضل مسخر أرض في التاريخ بس ما قتعت بكلامه وقاعدت تضحك تحدثها فيه نزال بس من قوة المواجهة اللي كانت بينهم اللي في الخيام كانوا يحسبون أنه فيه هجوم عشان عليهم حاولوا أنهم يوقفونهم بالصوت لكن ما سمعوهم أبدا قرروا أنهم يوقفونهم بالتسخير وتوف قالت له أنهم لازم يعيدون مواجهة عشان يعرفون ما الأقوى بس للأسف اللي عادة ما صارت مع كلامهم عن الخطة توف قضعت كلامهم وقالت لأنق أنه متى ما كان يحتاجها هي بتكون موجودة وفضالة وفي اليوم المنتظر الثاني توف ساكا واسوكي قضوا التحكم بطريقة الخداع في مجموعة من المنتظرات وهذا الشي ساعد الفريق بأنهم يفوزون طبعا بوجود أنق بعد سنة تقريبا من الحرب توف قررت أنها تفتح مدرسة لتعليم من تسخير الحديد أو المتل بندنك لباقي المسخرين الأرض الفكرة جاتها بعدما صورتها الحديد صارت تتحرك حول أي شخص يدخل في دوامة من المشاعر بهذه الطريقة كانت تتوقع أنها بتلاقي مسخرين حديد وكذا لقت ثلاثة من المسخرين تون بينغ وذا دارك وان المدرسة كانت في منطقة تبع عشيرة النار بس مسخرين الأرض كانوا عايشين فيها وفي يوم طبيعي سمعت صوت آبا وقالت لطلابها ثواني أنا بس بروح في مهمة أنتم كملوا تدريبكم وقذفت نفسها في السماء وقابلت ساكا وكتارا وأنك الفرقة القديمة بعد العديد من الشهور بعد عدد تجمع الفريق راحوا عشان يبون يعرفون اشي سلفه في مدينة يودو وتوف كانت تعرف ان زوكو كان يبغى يتخلص من مستعمرات أمة النار اللي كانوا يستعملون فيها أمة الأرض مثل مدينة يودو وبعد ما رجعوا يوم تأكدوا من الوضع مستقر إلى حد ما ساكا قرر يرجع معهم مع رجوعها لقيت طلابها انطردوا من المدرسة بسبب الدوجو حق معلم النار وطلابه توف درعمت على المعلم بدون أي تفاهم وكانت بتدخل في مواجهة معه بساكا وقفها واقترح انهم يسوون مسابقة ما بين الطلاب عبارة عن عرض وأفضل عرض يفوز بالمدرسة بس الأخسرية كانت لتوف عشان طلابها حرفيا ما كانوا يقدرون يحركون ولا قطعة من الحديد بساكا حاول يساعدهم انهم يدربهم بأي طريقة ونفس الشي مع توف لكن بدون أي فايدة في يوم المواجهة توف كانت مستسلمة وقالت المعلم ان هي يقدر ياخذ المدرسة بدون أي شي بس طلابها فاجأوها بانهم كانوا يقدرون يسخرون الحديد في الوقت المناسب وكانوا جاهزين وفازوا فوزة سحقاء ورجعوا للمدرسة بعد ما تون قال لتوف ان هاي الشخص الوحيد اللي صدقته دمعة طلعت من الفرحة من وجه توف وبعدها سوكي وصلت وطلبت من ساكا المساعدة لأن مملكة الأرض وعشيرة النار كانوا مستعدين لحرب على يودو استعدوا الثلاثة انهم يرجعون لأيام الخوالي اللي كانت حارفين قبل سنة وتوف سويتهم زحليقة تحت الأرض عشان يدخلون داخل حد الدبابات وتوف قدر تطيح جيش كامل من الدبابات بفكرة ساكا انها تموج كل المسامير الصواميل والبراغي من كل الدبابات بس كانوا متأخرين الجيش تقابلوا مع بعض وبدأ الهجوم توف وسوكي كانوا يحاربون مع بعض بس توف تعبت وحسى شي غبيل ان توف مرة قوية بس اوكي وكانوا تقريبا بتكون نهايتهم بس طلاب توف طلعوا وانقذوهم والحرب وقفت بعد ما انك طلع وتعامل مع الموضوع توف رجعت لمدرستها ولكن الموضوع مرة كبر وصارت من أشهر المدارس في المنطقة لدرجة انها كانت تحت خيام برا عشان تكفي الطلاب وكانت تبقى تكبر المبنى بأي طريقة بس ما كان عندها الفلوس الكافية وفي يوم الايام توف المجموعة راحوا لي عشان يحتفلون باحتفال اعتبع مسخرين الارض بعد ما انك خلصت تقاليد حقتهم قال that's how it's done واللي ذكرت توف بكلام ابوها او الجملة اللي كان دائما يعيدها لها وهذا الشي مرة ضايقها وعصبت مرة وقالت انه ما تبقى تكمل معهم وهذا الشي خلى انك ينحبط مرة فطريقهم للمكان اللي كانوا دائما تجمعون فيه في الحفل الاصلي بعد ما وصلوا للمنطقة انك مرة زعل للمنطقة حرفيا صارت مجموعة من المصانع دخلوا المصنع واستقبلهم ساتارو المهندس للمصنع واللي كان معجب بالفريق مرة خصوصا توف عشان هي اخترعت تسخير الحديد وهذا الشي مرة كان يساعدهم في بناء الالات وبعدها عرض لتوف انه يعطيها لفة في المصنع وقال اذا توف مستعدة تساعد المصنع مع طلابها بيكون الممول المالي للمدرسة بس فجأة دخلوا شركاء ساتارو في المصنع وتوف تفاجأت لان احدهم كان ابوها بس هو قال انه ما يعرفها وان ما عنده اي بولد او بنت وهذا الشي اكيد جرح مشاعر توف توف حاولت تتكلم معه بس على طول تسحب عليها ويعطاه ظهرها وطلع من المبنى توف مرة عصبت وكسرت ام الباب يتواجه ابوها مرة ثانية وتتكلم معه وجها لوجها لأول مرة ثم بصوت عالي قال انها دفع فلوس كثيرة عشان يربيها وعشان تصير عندها بنت بخلاقة عالية وما انرز كويسة بس بدون اي فايدة والبنت اللي واقفها قدامه مش البنت اللي هو رباها ردت عليه توف وقالت تدري انها حطتها في مواقف كثير سيئة بس هو ما عندها الاحقية ان يتكلم معها بهذا الاسلوب وقالت انها فخورة بمن هي والاشياء اللي حققتها طول حياتها وتتمنى انها يقبلها مثل ما هي لمرة واحدة بس الشيء الوحيد اللي سواها انها عطاها ظهرها وتوف طلعت من المبنى وهي تبكي وكانت تدري انها لو تكلمت معها بيكون هذا الشيء خطأ وسيء بعد فترة توف وابوها والباقين انسحبه تحت الارض او انحبسه تحت الارض وتوف كانت تقدر تسيطر على الامور لبعض الساعات بس بدت تفقد قوتها ابوها بدأ يتكلم معها وقال انها بعد ما هربت امه تركته ولامتها على هروب توف وكان يعرف ان هذه كانت اخر فرصة له ودمعاتها بدأت تنزل من وجهها وقال لتوف انها يحبها وانها عاسفة على كل شيء يسواه في حياته لها بس اللي ما كان يعرفه انه ما يحتاج يخاف لان توف كانت اقوى مسخرة ارض في العالم وتقدر تسيطر على الموضوع لايام اذا ما كانت شهور وسرعان ما جاءوا طلابها وانك وساعدوهم عشان يطلعون من تحت بس توف من التعب طاحت وابوها امسك فيها بس فجأة سبيرت كبير جاءوا هاجمهم وتوف كانت لازم تروح تساعد الباقين بس ابوها كان رافض لانها كان خايف انها تأذي مرة ثانية بعدين تذكر ان هذه بنتها الصدقية وانها لازم تسوي اشياء اللي هي تبغاها وتحبها وانها لازم يقبلها مثل ما هي توف وطلابها ساعدوا انق انهم يهزمون الاسبيرت بعدها توف اعتذرت الانق عن الاشياء اللي صدرت منها سابقا والاثنين عطوا بعض حظون توف وستارو اشتغلوا على الشركة مع بعض وستارو ساعدها في توسعة المدرسة ويزاعدتها في المصنع بنفس الشيء والكم بيت اللي كانوا جنب المصنع صاروا مدينة كاملة وسموها Green Fish Town او مدينة السمك الاخضر وبعد كم سنة الفريق زاروا المدينة لأول مرة بعد فترة طويلة وتفاجأوا ان المدينة صارت اكبر بكثير وتوف قابلت ابوها وقال لها ان المدينة كانت في صراعات اهلية ما بين المسخرين والناس الطبيعين بس تم حل المشكلة بينهم يضعون فرقة من الشرطة وفي ذلك الليلة توف سمعت بعض الاسوات في المصنع وراحت تشيك على الامور وفجأة حست باستزاز قوي مرة من حد الالات وطلعت حد الالات محشور فيها قضعة من الحديد وما ادى لانفجار كبير مرة للمصنع ودمرها تدمير بس توف قدرت تنقذ نفسها من الامر باستخدام تسخير الارف بعدها حست بشخص قاعد يهرب وانق على طول جاء وساعدها وحاولوا يلحقون اللي يسووا هذا الشيء بس للأسف قدروا يهربون وفي صباح اليوم وهناك ابنتها جاء وسلموا عليهم لكن توف حست احد خطوات البنات مرة مألوفة من ذاك اليوم واحد بنات لين لينك طلبت من توف انها تعلمها تسخير الحديد بس توف مرة ذكية قدرت تستجوبها بطريقة غير مباشرة وقدرت تطلع كل الادلة على الاشياء اللي صارت بدون ما تستوعب وبعدها رمت كل الادلة على الضحايا وفضحتهم ودخلت في قتال معهم بس لين لينك ضحت بنفسها عشان عيالها يهربون توف اقترحت على انق ان هي اخذ البندينك حقها زي ما سوا مع اوزاي ولكن الكل تفاجأ وانصدم خصوصا كتارة ودخل الاثنين في نقاش كبير بس انق قدر يخليهم يهدون وفجأة سمعوا صوت انفجار قوي مرة من مصنع ابوها وتوف راحت جري على طول لانها كانت تدري ان ابوها داخل المصنع وقدرت تطلع ابوها وبعض الموظفين من داخل المصنع بس اللي ما كانوا يعرفونه ان هذه كانت تمويه من عيال لين لينك عشان يطلعون امهم من السجن وفي ذلك الليلة بنت من بنات لين لينك الغير مسخرة علمت فريق الافاتار انهم بيسووا الهجوم ثاني في حد المصانع في الليلة الجاية وفي اليوم الثاني توف والباقين كانوا متجهزين على الهجوم في اي لحظة توف وبنت من بنات لين لينك دخلوا في مهاجمة مع بعض وطلعت نفس البنت اللي قد هجمت عليها سابقا بس الاسف توف خسرت مدري حسا شي غبي لان توف مرة قوية بس مش نسوي الكوميكس فيها شي غبية بس ساكا قدر يساعدها بالبومرانج حقه وهذه المنافسة كانت غبية لانها اذا تقدر تتعادل مع بومي اكيد يمديها تصفق الورعة دي عموما سوكي والكيوشي ووريورز ساعدوا في تدريب الشرطة اللي ما عندهم تسخير بس انكن يعرف انهم يحتاجون مسخرين يساعدونهم بس مش اي شخص لازم يكون شخص تقدر تعتمد عليه ويكون عنده اولوية للفريق وقعدوا في نفس المدينة لفترة وفي المستقبل كبرت المدينة وصار اسمها ريبابلك سيتي مكان المسخرين والغير مسخرين يقدرون يعيشون فيه مع بعض ولاحقا انجل لقى شخص المناسب اللي يوظف الناس المسخرين وكانت توف صارت توف الشيف حق الشرطة وكثير من طلبها اللي دربتهم في المدرسة صاروا معها ولاحقا طورت القرب الهوك اللي كانت ساعدهم مرة وتكريما لتوف حطوا تمثال كبير على شكلها برا المركز الرئيسي للشرطة توف لاحقا قابلت رجل اسمه كينتون ولثنين حبوا بعض وجابوا بنت اسمها لين بس لأسف صارت بينهم مشاكل وتطلقوا توف لاحقا حبت رجل ثاني غير مذكور الاسم وجابت منه بنت اسمها سوين وكان صعب عليها انها تربيهم الاثنين في الحالة اللي كانت فيها لانها كانت تمسك مرتبة عالية مرة وبهذا السبب كانت بينهم مشاكل عائلية كثير وطريقتها للتربية كانت عبارة انها تعطيهم كل الحرية بمعنى الكلمة لان هذا الشي اللي اهلها ماعطوها ياها ومن الاخطر المجرمين اللي توف وجهتهم في مسيرتها يكون وكان يستخدم تسخير الدم في مصلحته طبعا قبل ما توف تقبض عليه انق ظهر وكان يشكرها على مساعدتها وجهودها بس توف سمته توينكل تو وانق عصب وقال لها انا الحين صار عمري 40 سنة ولازم توقفين من الاسامي الطفولية هذه توف مشت قدام بدون ما تسمعه وقامت تضحك وقالت لا ولثنين مسكه يكون وكان موجود في المطعم بعدها ودوه للمحكمة عشان يحكمون عليه بالسجن وقبل ما ينحكم عليه يكون يكون سخر كل الناس بالدم وخلاهم يتشنجون بس انق قدر يلحقه ويشيل منه التسخير وبنت توف لين يوم دخلت الشرطة توف مرة كانت فخورة فيها بس الاسف في يوم من الايام لين قبضت على اختها سويا عشانها كانت تسرق اشياء مع اثنين اهناس ثانين وتوف كانت مرة معصبه عليهم خيلوا الاخبار تكون عبارة عن الشيف حق الشرطة بنتها تنسجن في السجن بتكون في موقف مرة سيئ وحل توف لهذاك الشي كان عبارة عن انها تمسز كل الادلة اللي كانت موجودة وتنقل سويا انها تعيش برا مع امها وابوها اللي هم جدان سويا لاو بوبي وبعد فترة توف تقاعدت من منصبها وعطت المنصب لين بنتها وللأسف توف ما كان عندها علاقة كويسة مع بناتها خصوصا بعد هذاك الحادث سويا تزوجت الرجال اسمها باتار وصنعت مدينة اسمها ساوفو واللي كانت مصنوعة من الحديد كليا وتوف كانت فخورة بهذا الشي مر واحب سويا لامها صنعت تمثال كبير على شكل توف في منتصف المدينة وتوف كانت تزور سويا في مدينتها بين كل فترة وفترة اللي تشوف احفادها اللي هم باتار جونيور هايوان أوبو واواي وينك طبعا ادري نطقي زفت بس سلكم بس توف كانت دامن تحس بالذنب للمشاكل اللي غير محلولة مع بنتها لين وخروج توف من الشرطة خلى عندها فراغ كبير في حياتها وما كان عندها هدف محدد فقررت انها تسافر العالم وتدور وتدور هدف للحياة واحد المحطات اللي قدرها حتلها عبارة عن المستنقع وحست بارتباط قوي في هذاك المكان وكان في شجرة كبيرة في النص وكانت باستخدام البندينك تقدر تحس بكل شي حولها في العالم بس طول هذه الفترة اللي كانت تعيش في المستنقع ما تواصلت مع اي انسان غير بعض مسخرين المستنقع اللي كان يعيشون هناك وحتى في حد الايام قابلت صديق قديم مرة واللي كانت كورا كورا كانت مرمية ومغمى عليها في نص المستنقع بس توف شالتها ودتها عندها بعد ما كورا استوعبت من هي توف قالت توف من الجميل انها ترى اصدقاء قديمين مرة ثانية وسمتها توينكل توز توف ساعدت كورا بحيث انها تعرف من هي الصدقية وتقدر تموج الانكسار اللي كانت فيه في هذه الفترة بعد المعافاة وخلتها تستعب ان بعض السوم اللي داخلها كان باقي فيها وساعدتها انها تستخلصها بعد ما كورا خلصت من عند توف شكرتها وراحت لكن في يوم من الايام توف عرفت ان بنتها سويا انخطفت ورجعت لزاوفو وقابلت لين هناك بعد اكثر من عشرين سنة بس لين ما كانت فرحانة بوجود امها هناك توف لين أوبو وبولين اشتغلوا مع بعض عشان ينقذون سويا وعائلتها وما كانوا يقدرون ينسون هذا الشيء الا هم الاربع مع بعض واستعبوا ان هذه كانت فرصتهم لتوقيف سلاح كوفيرة المجموعة راحوا اللي يحاولون يوقفونها بس بدون فايدة انمسكوا بس ما كانت نهايتهم توف دخلت وروتهم القوة الحقيقية وفازت عليهم كله وقالت توف لبناتها انها هي ما كانت افضل ام في العالم بس طلعت ببنتين شجاعتين وحضنوا بعض وبعدها توف رجعت للمستنقع بس ما زالت تراقب كل احفادها وابنائها عشان تعرفنهم بخير توف كانت شخصية رهيبة من كل النواحي واتوقع ان الكلام اللي قلناه في الحلقة كان كافي ووافي وبس هذا اللي كان معي وشكرا على الدعم ومع السلامة